الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينيتش مجاز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي استمرار الحكومة في متابعة ما ينشر من أراء وردود فعل بالداخل والخارج منذ الإعلان عن طرح 32 شركة كطرح عام في البرصة أو لمثثمر استراتيجية وخلال اجتماع لمتابعة خطوات تنفيذ خطة الطروحات الحكومية أشار مدبولي إلى أن الحكومة تستهدف المضي في تنفيذ ما تم الإعلان عنه في هذه الخطة والتي تبعتها ردود فعل إيجابية تمثلت في طلباتنا من عدد من المؤسسات وشركات العالمية سعيا للحصول على تفاصيل أكثر أو الإعلان عن الاهتمام والرغبة في الاثثمار في السوق المصرية والاستفادة من الفرص الوعدة بها وقعت تنصقية شباب الأحزاب والسياسيين بروتوكول تعاون مع نقبة المهن التمثيلية برئاسة الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية وذلك في إطار التعاون المتبادل بين الجانبين وحرص التنصيقية على الحفاظ على قوة مصر النعمة وتم الاتفاق من خلال البروتوكول على التعاون في حملات التوعية التي تقوم بها النقابة والعمل على توسيع نطاق تأثيرها وفعليتها وتشجيع الشباب على الانخراط في مجالة الثقافة والفنون المتنوعة كما أيضا التعاون في الدراسة وإعادة النظر في مواد القانون وتشريعات التي قد تعرقلوا نشر الثقافة والفنون المتنوعة أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية أن عدد قتل الزلزال الذي ضرب تركيا في السادس من فبراير ارتفع لأكثر من واحد وأربعين ألف شخص يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت في سلطات تركيا انتهاء عمليات البحث عن ناجين من الزلزال بثثناء محافظتين ويأتي توقف عمليات البحث بعد تطاؤل الآمال في العثور على ناجين أحياء بعد مرور 13 يوما على الزلزال المدمر حضر وزير الخارجية الأمريكية أنطوني بلينكين الصين من إمداد روسيا بالأسلحة وشدد بلينكين على هامش مؤتمر ميونخ للأمن على أن أي إمدادات صينية لروسيا من شأنها أن تؤدي إلى مشكلة خطيرة وأضف وزير الخارجية الأمريكي أن قلق الولايات المتحدة مبني على معلومات تفيد بأن الصين تنظر في تقديم دعم فتاك إلى روسيا كما حضر الاتحاد الأوروبي من معاناة أوكرانيا من نقص في الذخيرة وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزب بارل إن أوكرانيا في وضع حرق من حيث الذخائر مشيرا إلى أن هذا النقص الحاد في الذخائر يجب إيجاد حل سريع له وفي الوقت النفسي أكد بارل أن أوكرانيا عضو في الأسرة الأوروبية لكن عضوية الاتحاد الأوروبي تحتاج لمراحل وشروط أطلقت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا غير محدد هو الثاني في أقل من 48 ساعة ونقلت توكلت أنبأ يونها بالرسمية عن الجيش الكوري الجنوبي قوله إن كوريا الشمالية أطلقت الصاروخ باتجاه البحر الشرقي الذي يسمى أيضا بحر اليابان ويأتي ذلك غداد تدريبات مشتركة بين جيشي الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وفق ما أعلنت رئاسة الأركان المشتركة في صال فازت النسخة الألمانية من الفيلم الكلاسيكي المناهد كل شيء هادئ على الجبهة الغربية بعد دن من جواز الأكاديمية البريطانية لفن السينيما واتلفزيون بافتا وعلى رأسها جائزة أفضل فيلم وإجمال أن نافذ الفيلم بسبع جوائز هي أفضل فيلم وسيناريو وأفضل إخراج وأفضل تصوير سينمائي وأفضل صوت وأفضل موسيقى أصلية ويستند الفيلم إلى رواية منشورة عام 1928 عن أهوال الحرب العالمية الأولى ختام مجدء الثامنة فاصل ونعود لحضركم استكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر